لا 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 سوف تغيير في عملية ليس كما في كل شيء من العالم الثاني والسيطرة على رقعة الشطرنج كلها كان الشطرنج أحد أوجه المنافسة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في حقبة الحرب الباردة عام 1947 لكن سرعان ممتدت رقعة الشطرنج لتصبح بحجم الكون وبدلا من البيادق الخشبية تنافست الصواريخ في الوصول إلى أبعد نقطة عرفتها البشرية وفي لحظة ستظل البشرية شاكرة لها إلى الأبد قرر الطرفان أن يكون ميدان المنافسة القادمة هو الكون بأكمله التقت السوفيت والأمريكيون أول الخيط الذي صاغه الألمان فصاروخ V2 هو أول جسم يطلق باتجاه الفضاء صممه العلماء الألمان للجيش الألماني بوصفه سلاحاً وأنتج منه الألمان ما يزيد على خمسة آلاف نسخة وقام الصاروخ برحلته التاريخية عام 1944 لأكثر من مئة ميل رأسياً هزم الألمان في الحرب العالمية الثانية وغؤد مشروعهم الطموح استحوذ الأمريكيون على بعض صواريخ V2 وجذبوا نخبة من العلماء الألمان لتطويلها وبحلول عام 1951 أطلق الأمريكيون قرابة 60 صاروخاً نحو الأعلى بعضها حمل بعثات علمية لدراسة العلاف الجوي العلوي هذه التجارب الأولية هي التي أدت إلى ولادة علوم الفضاء التجربية النشطة على الجهة الأخرى من الكرة الأرضية كان السوفيات قد قلدوا صاروخ V2 وصنعوا صاروخ R1 وطوروه بعمليات مستمرة حتى حصلوا على R7 الباليستي القاتر على حمل رأس نووي ويستطيع إصابة الولايات المتحدة مباشرةً الدافع العسكري عند السوفيات كان أقوى فأحاطوا مشروعهم بسرية وعاملوه مشروعاً عسكرياً تابعاً للجيش لا مجالاً للبحث العلمي لهذا سرعان ما أطلقوا القمر الصناعي سبوتنيك 1 إلى مدار الأرض في أكتوبر تشرين الأول 1957 وفي تطور متسارع نجح القمر الصناعي السوفيتي سبوتنيك 2 الذي كان أكبر كثيراً من سابقه في نوفمبر تشرين الثاني 1957 ويحمل الكلبة اللايكا هلع الأمريكيون وضعفوا جهودهم ورأوا أن لا بد من وجود وكالة متخصصة تساعدهم على الوصول إلى الفضاء بصورة لم يفعلها السوفييت فولدت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء المعروفة باسم ناسا عام 1958 تعاونت ناسا مع الاستخبارات المركزية الأمريكية ومع الجيش الأمريكي بمختلف قطاعاته فأرسلت الولايات المتحدة أول قمر صناعي أمريكي Explorer 1 في يناير كانون الثاني 1958 ثم أطلقت القمر الصناعي Vanguard 1 في المدار في مارس آذار من العام نفسه وفي مارس آذار عام 1960 نجح القمر الصناعي الاستخباري الأمريكي Corona في أول تحليق فوق الاتحاد السوفيتي هدأ الأمريكيون وظنوا أن التفوق على السوفييت صار أمراً محسوماً لكن بعد بضعة أيام فجر السوفييت المفاجأة التي أذهبت عقل الأمريكيين فقد انطلق رائد الفضاء السوفيتي يوري جاغارين في مركبة الفضاء Vostok 1 ليدور حول الأرض دورة كاملة وبذلك كان أول إنسان يصعد إلى الفضاء لذلك خرج الرئيس الأمريكي جون كيندي معلناً تحدياً جديداً غبوط رجل على القمر وعودته إلى الأرض بأمان استغرق الأمر ثماني سنوات وثلاثة برامج مكلفة ومرهقة لوكالة ناسا حتى استطاعت الولايات المتحدة آخيراً أن تصل إلى القمر خطوة صغيرة للإنسان وقفزة عملاقة للبشرية قالها نيل أرمسترونغ عام 1969 وهو يغادر أبولو 11 ليكون أول أمريكي يطأ سطح القمر وترسل بعده الولايات المتحدة أكثر من خمس بعثات أخرى إلى القمر لتؤكد هيمنتها وأن الأمر لم يكن محظ مصادفة هذا السباق المحموم لم تكن ضريبته ملايين الدولارات فحسب بل دفع الأفراد الذين آمنوا به ضريبة من أرواحهم أيضاً فقد اشتاحت النيران وحدة قيادة أبولو 1 في أثناء الاختبار وفارق ثلاثة رواد فضاء الحياة وبعد ثلاثة أشهر مات السوفيتي فلاديمير كوماروف في تحطم مركبة الفضاء سويوز وون ما أدى إلى إحجام الدولتين عن إرسال رواد فضاء حتى أواخر عام 1968 في تلك اللحظات المأسوية أدركت القوتان أنه ليس من مصلحتهما مواصلة التحدي الفضائي وحدهما وأن التعاون قد يخدم الطرفين بالقدر نفسه فقرر الجانبان إرساء مشروع فضائي مشترك سمي أبولو سويوز أبولو هيوستن لدي أثناء دفعات لك عام 1975 هذا التعاون الذي كان من ثماره بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ولادة محطة الفضاء الدولية التي شارك في تشهيدها خمس وكالات فضاء تمثل خمس عشرة دولة لينتهي بذلك عصر احتكار الفضاء بين القطبين الروسي والأمريكي فطورت بريطانيا وكندا أقمارا صناعية تبعتهما فرنسا وباقي الدول الأوروبية لتكون محطة الفضاء الدولية بمنزلة كوكب لامع يمتص ضوء الشمس ليحوله إلى آمال تتطلع نحوها البشرية كلها كان بناء المحطة منذ البداية تحديا هندسيا عظيما نقلت أجزاؤها في أكثر من مكوك روسي ثم جمعت تلك الأجزاء في مدار الأرض كما جمعت الأجزاء المعدنية تضافرت البشرية لتكون محطة الفضاء رمزا للتعاون الدولي تعيش عليها فرق دولية من جنسيات مختلفة ورغم أنهم يتكلمون لغات مختلفة أيضا فإن العلم وإجراء آلاف التجارب لخدمة البشرية هو اللغة المشتركة بينهم جميعا لكن ظل التوجس حاضرا في عقل الجميع لذا أنشأت الولايات المتحدة قوة فضائية سبيس فورس هدفها حماية الأصول الفضائية الأمريكية وضمان حرية العمليات في الفضاء وسلامتها ورصد كل الأجسام الفضائية وصد أي هجوم مادي أو سبراني على الجهات الفضائية الأمريكية لكن التنافس في الفضاء ظل حكرا على الحكومات والدول ثم تقلس ليكون أشبه باحتكار لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا وباتت هي من توجه الدول الأقل قوة وتدير مشروعاتها الفضائية حتى بزغ نجم الشركات الخاصة التي قررت أن تقرب الموازين في عالم الفضاء سواء بانتزاعه من السيطرة الحكومية أو حتى بتطوير المعدات الفضائية ليصبح الأمر ممتعا ورخيصا ومتاحا شركتا سبيس أكس وبلو أورجين كانتا من الرواد في تغيير وجه صناعة الفضاء إذ طورتا صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام مثل الصاروخ فالكن ناين ما قلل تكاليف الإنتاج بنسبة سبعين في المئة وأصبح في مقدور الدول الأقل ثراءا الحلم بالصعود إلى الفضاء مع انخفاض التكلفة بدأت فكرة السياحة الفضائية في الظهور وسيرت شركة سبيس أكس رحلة فضائية ممولة من الأفراد الذين رغبوا في رؤية الفضاء وتخطط بلو أورجين أيضا لبناء عدة محطات فضائية تكون منطلقا لاستكشاف الشمس رغم محاولة جعل صناعة الفضاء أكثر مرحا ومتعة للناس عامة فإن الفضاء في الوقت الحالي بالأقمار الصناعية التي تملأه من أكبر التهديدات التي تواجهها البشرية فقد أصبح التجسس والتصوير عالي الدقة لأي نقطة في كوكب الأرض أمرا يسيرا ويمكن للأقمار الصناعية اعتراض الإشارات اللاسلكية والتنصة وتوجيه الصواريخ وتشويش الإشارات ما يدفع الدول إلى تطوير الأقمار الصناعية وفي الوقت نفسه تطوير التقنيات المضادة لها قد يبدو الأمر عادلا فالتنافس مفتوح للجميع وصار الفضاء متاحا لمن يستطيع إلا أن الولايات المتحدة لا تنوي التخلي عن هيمنتها عليه بسهولة فالأقمار الصناعية أمريكية الصنع هي صاحبة الدور المحوري في الاتصالات والملاحة والاستخبارات وتفرد ناسا نفسها مستشارة لمعظم وكالات الفضاء التي تؤسسها الدول المبتدئة في عالم الفضاء لكن مع معدل التطور الهائل الذي يشهده العالم لا يمكن لأحد التوقع بما ستقول إليه هيمنة الفضاء في المستقبل وهل ستظل الولايات المتحدة الأمريكية هي المسيطرة عليه؟ أم تقوم روسيا بحركة مفاجئة تقلب الموازين على رقعة شطرانج؟ منذ بضعة عقود كان الإنسان يقول إن السماء فقط هي ما تحد من أحلامه لكن بعد أن ذاب جليد الحرب الباردة وبدأ التعاون الدولي يحل محل الصراع تدرك البشرية يوما بعد آخر حجم الإمكانات الهائلة والآفاق اللانهائية التي فتحت لها بسبب التنافس الروسي الأمريكي وفي المستقبل يبدو أن الفضاء لن يكون منتع الطموح البشري بل محطة انطلاق لاستكشاف آفاق أبعد وأعمق لم يتصورها الخيال الإنساني يوماً